رافعين لافتات تعبر عن تخوفهم من مصير مجهول لمستقبلهم المهني بعد التخرج تظاهر طلبة المدرسة التحضيرية للعلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بعنبا مطالبين بنزع اللبس المتعلق بقيمة شهاداتهم في مسابقات الوظيف العمومي مدير المدرسة حثت طلبة على الالتحاق بمقاعد الدراسة موضحا أن أمامهم الكثير من الوقت للتخرج تضارب الأقوال بخصوص صلاحية الشهادات في مسابقات الوظيف بين مختلف الأطراف يبقي هؤلاء الطلبة مسرين على مقاطعة الدراسة إلى أجل غير مسمى